تحية طيبة من عاصمة القرار برزت قضية المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر على مسرح السياسة الخارجية الأمريكية هذا ووجه موقف رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد في مجلس الشيوخ بتجميد جزء من هذه المساعدات وجه الأنظار مجددا إلى قضايا حقوق الإنسان في مصر السناتور الديمقراطي بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنا عازم على أن تمارس اللجنة بشكل كليل مسؤوليتها في الرقابة وممارسة سلطات لوقف التمويل العسكري وبيع الأسلحة للحكومة المصرية ما لم تتخذ خطوات ملموسة وحقيقية ودائما لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد الإدارة الأمريكية ردت من جهتها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه المساعدات لمصر أريد الإشارة إلى أن الوزير بلينكين متمسك بقراره بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي التناسل عن بعض الشروط العسكرية المتعلقة بالتمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2022 بما فيها الـ 235 مليون دولار الصحافة توقفت عند أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقضية توجيه الاتهامات بالفساد إلى السنتر الديمقراطي بوب مننداز لقبوله رشاوة مقابل منافع للحكومة المصرية روبي جرامار في فورين بوليسي يقول الكاتب أن الرحيل مننداز عن اللجنة وهو الذي عرف بصلابة موقفه واستعداده للدخول في صراع مع كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء يعني رحيل واحد من سقور اللجنة الذي اختلف مع أعضاء حزبه بشأن قضايا عدة مثل إيران وكوبا وصفقات السلاح الأجنبية وعلق الخبراء على توجهات الكونغرس وخطوات الإدارة كنيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة Human Rights Watch بما أن وزارة العدل في إدارة بايدن تتهم الحكومة المصرية باستخدام الرشاوة لتأمين 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية على الرغم من القمع في مصر فعلى بايدن أن يعلق المساعدات بنفسه وليس الضذار رئيس العلاقات الخارجية الجديدة في مجلس الشيوخ ليفعل ذلك عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم ضيفا حلقة اليوم طوماس واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي ونائب مساعد وزير الأمن الداخل الأمريكي الأسبق وخليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن اهدنا وأهلا بكم طوماس وخليل قواعد المناظرة 45 ثانية لكم ضيف للإجابة على السؤال 25 ثانية كحق للرد كنا قد طرحنا على صفحتين حرة وعاصمة القرار على فيسبوك وأكس السؤال التالي هل تؤيدون ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ولماذا؟ صوتوا وعلقوا على صفحات البرنامج على فيسبوك وأكس وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة أبدأ معك طوماس في السؤال الأول ما هو موقفك من مسألة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار سنويا نعم، الدعم العسكري الأمريكي إلى مصر يرقى إلى سنوات طويلة وهو جزء مهم للمجهود الأمني في المنطقة من قبل أمريكا هو يساعد في ضمان السلام في المنطقة ويسمح بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاطي مع عدم الاستقرار أيا كان مصدرها هذا يعني أن هناك تقليد طويل الأمد يؤدي إلى تقديم أمريكا مساعدات مهمة لمصر مؤخرا كان هناك تركيز أيضا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في سيناء ولكن أيضا هناك أسئلة تطرح حول سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وهناك ربط الآن بين الاثنين بعد ما قيل عن الفساد فيما يتعلق بالسناتر من أنديز من نيوجيرزي خليل ما هو موقفك من هذه المساعدات من الواضح أن واشنغتن والقاهرة تعتبران علاقاتهم الثنائية بأنها علاقات استراتيجية ودائمة وأن مصر تستحق وكأن هذا برنامج رفاه اجتماعي أن تكون هي الدولة الثانية في المنطقة التي تحصل على أكبر قصد من المساعدات الخارجية الأمريكية ولكن بصراحة الفصل بين المساعدات الأمريكية لمصر والمساعدات الأمريكية لإسرائيل هو أمر تقني كلاهما في الواقع من نفس الباكيج من بداية عملية السلام في المنطقة هذه هي مكافأة مصر ومن هنا التردد وعدم تمكن البيت الأبيض لا هذا البيت الأبيض ولا الذين سبقوا باستطاعتهم أن يمسوا لب الموضوع أو إيقاف أو تجميد هذه المساعدات لأنها مرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بعملية السلام الذي لم نحضى حتى الآن بمشاهدته ولكن تؤيد هذه المساعدات بشكل عام لمصر لو كانت هذه المساعدات مساعدات إنسانية مساعدات اقتصادية لا شك هذا جزء من سياسة الولايات المتحدة الخارجية ولكن عندما ترتبط هذه أو يتم رفض هذه المساعدات بالتطبيع مع إسرائيل أو بخدمة مصالح إسرائيل هذا يصبح غرض آخر لا أدعمه أبدا أبرز مواقف الكونغرس الأمريكي السناتور الديمقراطي بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مدلس الشيوخ بين الولايات المتحدة ومصر مصالح استراتيجية مشتركة قديمة بداية من كونها أول بلد عربي في المنطقة يقيم سلاما مع إسرائيل إلى جودها الحيوية اليوم للتهدئة في المنطقة بحثا عن سلام شامل استقرار مصر هو مصلحة قومية للولايات المتحدة وما يخدم هذه المصلحة بشكل أفضل هو قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات دائمة وملموسة وحقيقية تجاه تحسين احترام حقوق مواطنها بصفة رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مدلس الشيوخ أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لنا مؤسرة مسألة الحكومة المصرية وكل الحكومات على خرقات حقوق الإنسان أنا عازم على أن تمارس اللجنة بشكل كلين مسؤوليتها في الرقابة وممارسة سلطات لوقف الدمويل العسكري وبيع الأسلحة للحكومة المصرية ما لم تتخذ خطوات ملموسة وحقيقية ودائما لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد يجب أن نرى تقدما بشكل خاص في إصلاح وتحسين ممارسات الحبس الاحتياطي بشكل مواضح تسريع وتيرة العفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتوفير مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشط المجتمع المدني والإعلام المستقل في مصر لقد تحدثوا مع وزير الخارجية بلينكين وتطلعوا إلى العمل مع إدارة بايدن لحماية وتوسع هامش حقوق الإنسان في مصر السيناتور الجمهوري توم كاتين وقف الديمقراطيون بقوة إلى جانب بوب منيندز قبل ثماني سنوات عندما تم توجيه تهم إليه الفرق اليوم هو أن هناك انتخابات تشريعية في نيوجيرزي على المحكة ولدى الحزب الديمقراطي العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يواجهون خطر عدم إعادة انتخابهم وأيضا لديهم اليوم حاكم ديمقراطي لولاية نيوجيرزي يمكنه أن يعين بادينا لمنيندز بعكس ما كان عليه الحال قبل ثماني سنوات عندما كان الجمهوري كريس كريستي هو حاكم الولاية السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي لقد أوضحت مرارا وتكرارا أن مصر لم تظهر تقدما واضحا ومتسقا بشأن اطلاق صراح السجناء السياسيين وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبالتالي لم تفي بالشروط التي وضعها الكونغرس بشأن المساعدة الأمنية لقد تنازلت الإدارات الأمريكية مرارا وتكرارا عن الشروط التي فشلت الحكومة المصرية في الوفاء بها أو وفقت تلك الإدارات على امتثال مصر لها على الرغم من الأدلة الوافرة التي تشير العكس ذلك إلى أن نرى تقدما حقيقي في هذه القضايا فإن منع هذه المساعدات العسكرية هو القرار الصحيح إن العالم ينتبه عندما تفعل الولايات المتحدة أكثر من مجرد الحديث عن التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطية السيناتور الجمهوري مارك روبيو إن الإدعاءات ضد السيناتور البارز من نيوجيرزي سيئة ومن الصعب تفسير الأدلة المقدمة ضده لكن في أمريكا يتم تحديد الذنب من قبل هيئة محلفين وليس من قبل السياسيين الذين يخشون خسارة حزبهم لمقعد في مجلس الشيوخ خليل هل تؤيد قرار رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد في مجلس الشيوخ بن كاردن بوقف بعض المساعدات العسكرية لمصر طالما لم تحقق تقدما في مجال حقوق الإنسان يتوجب على اللجنة أن تتخذ خطوات صارمة من هذا النوع ولكن التجميد الجزئي لمبلغ بسيط من هذه المساعدات لن يلبي ما تتطلب هذه الأزمة من خطوة جدية من قبل الإدارة ومن قبل الكونغرس فلا أعتقد أن تجميد خمسين أو حتى مئتين مليون دولار سيأتي بالنتائج المطلوبة حاليا وتغيير سياسات داخلية في مصر بخصوص حقوق الإنسان نفس السؤال أعتقد أننا ننظر إلى وضع نرى فيه أن الحكومة المصرية تتعاطى مع رجل أعمال أمريكي من أصول مصرية تظهر بعض العلاقة الفاسدة طبعا ننتظر أن تكون هناك براهين ولكن استمعنا إلى ما قرأتموه من بعض أعضاء مجلس الشيوخ وقد وضع ما حدث مصر في موقف صعب السؤال هل تؤيد وقف أو تعليق بان كاردن بعض المساعدات العسكرية لمصر نعم لأنه لا بد للحكومة المصرية أن تعترف بهذه الظروف التي حصلت ولا بد أيضا من أن تكون هناك عمليات تحسين ولدينا كل هذه الاتهامات المتعلقة بالسناتور مينندز وبالتالي من المهم بالنسبة للحكومة المصرية أن تبدأ بالقيام ببعض التحسينات إن أرادت أن تحصل على المساعدة خليل نقطة كان قد بدأ توماس بالتطرق إليها هل أن استقالة بوب مينندز من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على أثر اتهامه بالفساد وإعطاء معلومات وقبوله رشاوة نقدية لصالح الحكومة المصرية هل هذه الاستقالة وضعت المساعدات الأمريكية لمصر في دائرة الخطر برأيك؟ أعتقد ذلك بصراحة هذه الأزمة كشفت شريحة أعمق بالنسبة للعلاقة الثنائية بين الطرفين لم تكن لا وسائل الإعلام ولا صانع القرار الأمريكي لا في الشق التنفيذي ولا في الشق التشريعي يهتم بها الكل يعرف أن هذه التصرفات بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة وحتى الآن التعامل معها بهذه اللطافة التي تتعامل معها الإدارة مثلا تصريح وزير الخارجية لا يكفي لأنه يتناقض مع ما تحدث عنه السناتر كاردين وغيره المجلس الشيوخ يتكلم بالنسبة للضغط على النظام المصري والإدارة تتكلم عن ضرورة الاستمرار في ضخ هذه الأموال إلى نفس النظام في مصر لأسباب تدعي بأنها مهمة بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة توماس برأيك النقطة التي كنت قد بدأت بها بأن المساعدات قد تكون عرضة للخطر نتيجة استقالة باب ماننداز من رئاسة اللجنة واتهامه بهذه الاتهامات نعم ما يحصل الآن وحتى ما رأيناه من أحداث مؤخرا المناقشات المتعلقة بالمساعدات لمصر كان يؤثر عليها خاصة بضعة أشخاص مهتمون بالشؤون المصرية والشؤون الأمنية وكنا نفترض أن ذلك سيستمر ولكن مع هذه الاتهامات وهذا الربط بين الحكومة المصرية ورجل أعمال متهم بالفساد ومحاولة التعاطي مع عداء مجلس الشيوخ كل ذلك سيؤدي إلى تشكيك حيال الحكومة المصرية ولابد من مواجهة هذا الواقع أعتقد أن السبيل الأفضل للخروج من هذه الورطة هو بالنسبة للحكومة المصرية أن تلدي بعض الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان نعم أو لا؟ هل تتوقعون وقف هذه المساعدات؟ لا أتوقع وقف المساعدات كليا ولكن أتوقع تجميد جزء لمجرد جلب انتباه الحكومة المصرية لهذه الأزمة ولكن إيقاف جميع المساعدات إلى مصر لا أعتقد أن الإدارة ستقبل بذلك ونحن مكبلون على انتخابات رئيسية؟ نعم وأنا أتفق سيكون هناك مجهود لإصلاح العلاقات ولكن مصر عليها أن تتخذ الخطوة الأولى العلاقة الاستراتيجية ما زالت قوية ولكن مجددا يجدر أن تقوم مصر بعد التغيرات مواقف الإدارة الأمريكية بالنسبة لنا حقوق الإنسان هي مصلحة قومية والأمر لا يتعلق بالمصلحة القومية في مقابل حقوق الإنسان حقوق الإنسان مهمة لأنه بغض النظر عما نعتقده بشأن ما هو خير وجيد وأخلاقي فالحقيقة بكل بساطة هي أن الدول التي تحترم حقوق مواطنيها هي الدول التي لها القابلية لتكون أكثر نجاحا وغير منخرطة في أي صراع ولا تحتاج إلى أموال منا أو من المجتمع الدولي لإنقاذ اقتصادها الفاشل وليست مصدرا للهجرة لأن الناس تفر من القمع أو الصراع سنواصل الإنخراط عن كثب ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضا مع الكونغرس حول كيفية استخدام هذه الأموال بما يتفق مع التزامنا بشراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر لتعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة وشراكة تمكننا من إحراز تقدم ملموس ومستدام في قضايا حقوق الإنسان أريد الإشارة إلى أن الوزير بلينكين متمسك بقراره بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي التنازل عن بعض الشروط العسكرية المتعلقة بالتمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2022 بما فيها الـ 235 مليون دولار لقد خصصنا ما مجموعه مليارا و215 مليون دولار من التمويل الذي ستحصل عليه مصر للسنة المالية 2022 نحن مستمرون في العمل على هذه القضايا مع الكونغرس وشركائنا في مصر وسيستمر هذا الأمر طوماس كما استمعنا من نائب متحدث باسم الخارجية أن الوزير بلينكين متمسك بقراره بأنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالمساعدات العسكرية وبالتالي السير بتقديم 235 مليون دولار كانت مجمدة في السابق كيف تقرأ هذا القرار وماذا تغير بين الأمس واليوم للإفراج عن هذه الدفع الجديدة من المساعدات نعم ربط الحكومة المصرية برجل أعمال حاول أن يرشو أحد عداء مجلس الشيوخ يضع الحكومة المصرية في وضع صعب وهناك أيضا أمور أخرى يفترض أن يكون هذا الشخص قد قام بها هي سيئة جدا رغم أنها لا تتعلق بالحكومة المصرية ولكن هذا يدعو بالأمريكيين أن يطرحوا أسئلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر ولماذا لم تتم مواجهتها ما وصلنا إليه بالتالي هو أن الموقف الشعبي للكثيرين في أمريكا هو المطالبة باحترام حقوق الإنسان وإعطاء حقوقهم للمعتقلين السياسيين وغيرهم ويريدون من الكونغرس أن لا يرفع لا يفرج عن هذه الأموال قبل أن تحل هذه المساعدة تقرأ الإفراج عن هذه المساعدات بعد تجميدها وماذا تغير برأيك لم يتغير أي شيء بصراحة إذا ركزنا على موقف الإدارة ما تغير هو تصرف الحكومة المصرية التي تدخلت في شؤون الولايات المتحدة داخليا وارتكبت خطأا فادحا أضر بمصالح مصر هنا في الولايات المتحدة وبسمعتها عبر التعامل مع مثل هذه الشخصيات التي تعمل يوميا خارج إطار القانون هذا ليس بضروري بين دولتين بينهما علاقات ثنائية استراتيجية هذا يعني لعب صبياني لأجهزة أمن لا تعرف كيف تدير أمور في السياسة الخارجية كلام وزير الخارجية لا شك مقنع استمعت له شخصيا يتكلم بخصوص هذه الأمور إن كانت بالنسبة لحقوق الإنسان في العالم العربي أو لفلسطين ولكن المشكلة أن السياسة الأمريكية كما يتكلم عنها وزير الخارجية وغيره من المسؤولين لا تتطابق مع ما يجري على أرض الواقع بالنسبة لتطبيق هذه السياسة طيب سؤال أخير في هذه الفقرة توماس كيف يجب أن توفق الإدارة بين مصلحة الأمن القومي وحقوق الإنسان في مصر وهل أن تنازل وزير الخارجية عن بعض الشروط لهذه المساعدات هو تقديم الأمن القومي على مصلحة حقوق الإنسان وزير الخارجية يقول إنه يعترف بأهمية العلاقات الاستراتيجية وحتى الآن كل شيء غير ذلك لا يهم السناتور أو أعداء مجلس الشيوخ المعنيين يمكنهم أن لا يفرجوا عن هذه الأموال وعندها وزارة الخارجية لا خيار لها سوى أن ترى أن هناك شروط ستفرض على هذه المساعدات والشروط ترتبط بتحسين سجل حقوق الإنسان في مصر هذا هو الواقع الذي ستعيش معه واشنغطن وعلي أن أقول إن هذا الموقف هو موقف يحصل بدعم الشعب الأمريكي الشعب الأمريكي يعترف بأهمية العلاقة ولكن يريد تغيرا في سجل حقوق الإنسان هذا بالتمام ما يزوي هو تنافس بين في الواقع الشك التنفيذي والشك التشريعي هنا في واشنغطن وزير الخارجية يحاول أن يخفف من وطأة هذه الأزمة وعدم السماح لها بالتأثير على مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في المنطقة ولكن ما سمعناه قبل قليل بخصوص الرأي العام الأمريكي لا يؤيد هذه المساعدات وأيضا يتهم الرئيس بايدن الذي وعدنا بأن يركز كل سياسة في المنطقة على الاهتمام بحقوق الإنسان لم يقم بهذا ولم ينجز الكثير في هذا المضمار بعض الفاصل قراءة مصرية للموقف الأمريكي حيال المساعدات مع حامد فارس الباحث السياسي من القاهرة أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حامد فارس الأكاديمي والباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية أهلا بك دكتور فارس كيف تنظر السلطات المصرية إلى الضغوط التي يمارسها الكونغرس على الإدارة الأمريكية لوقف المساعدات العسكرية لها إلى حين تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان أهلا بك فانديم وأهلا بديوفك القرام والسادة مشاهدي قناة الحرة طبعا في البداية لابد أن أؤكد على أن هذه هي حالة جدلية كلما تأتي الحكومة الأمريكية وفي كل عام لإعطاء مصر هذه المعونة أو هذه المساعدات العسكرية نجد وبشكل واضح أنه تصار حالة جدلية وبأنه لابد من حجب المساعدات العسكرية عن الدولة المصرية ويتزرع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بحقوق الإنسان على الرغم من أن مصر حققت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بشكل واضح أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وبعدها أطلقت حوارا وطنيا ضم كل أطياف القوى السياسية والمعارضة المصرية وأيضا جددت نشاط لجنة العفو الرئاسي وأفرجت عن أكثر من 1600 مسجون تبقى لأحكام القضاء المصري وبالتالي تحرقت الدولة المصرية بشكل كبير في هذا الملف وفي ظني وتقديري أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة هي أكبر من ذلك بكثير لأن هذه المساعدات العسكرية لا تمثل إلا 2% من ميزانية القوات المسلحة المصرية ولكن هي تعتبر ركيزة أساسية وجودة العلاقات المصرية الأمريكية تستمد قوتها من هذه النقطة تحديدا واضح كيف شعرت مصر بعد الكشف عن هذه الاتهامات للسيناتر باب مننداز والتي أشارت إلى تقديم رشاوة عبر رجال أعمال إليه والحصول على معلومات وبالتالي الحصول على مساعدة من الكونغرس هل تشعر بالإحراج وهل تشعر أن هذه المساعدات مهددة بسبب هذا ما اعتبره أستاذ خليل قبل قليل تدخل في السياسة الداخلية الأمريكية أولا مصر لديها سياسة واضحة ولا يمكن أبدا أن تضحي بعلاقتها مع الإدارة الأمريكية والدولة الأمريكية من خلال أنها ستقوم بتجنيد عضو حتى وإن كان عضو له ثقة سياسة ما هو التأثير وما هو العائد على الدولة المصرية من هذا التجنيد لن يعود على الدولة المصرية أي شيء على اعتبار أننا شاهدنا في الثلاثة أعوام السابقة أنه في كل عام يتم استقطاع جزء من المساعدات العسكرية من الموجهة للدولة المصرية في خلال هذه السنوات وبالتالي ما هو العائد الذي عاد على الدولة المصرية من علاقات مع بوب مندز في ظني وتقديري أنه لا إذا كانت الدولة المصرية هذا الكلام هو كلام هراء ليس له أي أساس من الصحة الدولة المصرية الأستاذ خليل شاهدته قبل قليل يتحدث أن الدولة المصرية تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأمريكية وهذا غير صحيح على الإطلاق مصر دولة تحترم سيادات الدول لا تتدخل في شؤونها الداخلية ولا تسمح أيضا بأي دولة أن تتدخل في شؤونها الداخلية ولا تسمح أيضا في أن تتدخل الإدارة الأمريكية في ملف حقوق الإنسان وبدلا من أن يكون هناك نوع من أنواع التفاهمات بين الإدارة الأمريكية وبين الدولة المصرية عليهم أن يعو أنه لابد من التفاهم بدلا من الصدام والمواجهة دكتور فارس الوزير بلينكن رفض الموافقة على 85 مليون دولار من أصل 1.3 مليار من مساعدات العام المقبل بسبب ربطها من قبل الكونغرس بإطلاق السجناء السياسيين منع مضايقة المواطنين الأمريكيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين هل تتوقع أن تقدم السلطات المصرية على تحقيق إصلاحات في هذه المجالات يعني يا فنم ليس لدى الدولة المصرية أي سجناء سياسيين هناك نهاب عامة هناك أحكام قضاء هناك قضاء مصري وسلطة قضائية لا تتدخل فيها السلطة التشريعية أو حتى السلطة التنفيذية داخل هذه الدولة السلطة القضائية هي من أعظم السلطات والتاريخ المصري شاهد على ذلك وفي ظني وتقديري أن هذه التحرقات في هذا التوقيت هو الهدف منه بلبلة إصارة البلبلة بشكل كبير في العلاقات المصرية الأمريكية يعني لا تتوقع إجراء إصلاحات في هذه المجالات التي يطالب الكونغرس بها لا تدخل فيها الشؤون القضاء نهائيا يعني على سبيل المثال أعطي لحضرتك مثال حي بالأمس البرلمان الأوروبي يدين بشكل واضح ويطالب بالإفراج عن الناشط أو الأستاذ شام قاسم الأستاذ شام قاسم هو من رموز المعارضة المصرية ويطالب تطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه ما هي التهمة الموجهة إليه التهمة الموجهة إليه هي تهمة سب وقصف يعني أحد رموز المعارضة وهو وزير سابق ينتمي أيضا إلى المعارضة وتم نظر هذه القضية أمام المحكمة الاقتصادية فما دخل الدولة المصرية في الإفراج عنه أو عدم الإفراج عنه سؤال الأخير الدولة المصرية لا تتدخل ولا تملي إرادتها على القضاء سنستمع إلى رأي ضيفينا بعد قليل فيما تحدثت به ولكن سؤال الأخير الاقتصاد المصري يعاني من التراجع وارتفاع نصب التضخم برأيك كيف يمكن أن يؤثر وقف المساعدات الأمريكية على مصر وما هي الخيارات المتاحة للقاهرة يعني في ظني وتقديري أن هذه المساعدات لن تؤثر بشكل يعني كامل على على الدولة المصرية لأن هذا المبلغ في ظل هذه المعاناة الاقتصادية التي حضرتك أشارت إليها لا تمثل إلا أجزاء ضعيفة جدا يعني إحنا بنتحدث عن أنه لا يمثل إلا 2% فقط من الدخل أو الناتج القومي الإجمالي للدولة المصرية يعني تقصد أنها لا تقدم ولا تؤخر هذا من ناحية هل تقصد أن هذه المساعدات لا تقدم ولا تؤخر من الناحية من الناحية العسكرية يعني من الناحية العسكرية أما على المستوى السياسي فأنها رمز قوي لوجود علاقات استراتيجية قوية مع الإدارة الأمريكية مصر تنظر للإدارة الأمريكية باعتبارها حليف استراتيجي مهم والإدارة الأمريكية تنظر أيضا للدولة المصرية من هذه النظرة أيضا وبالتالي في ظني وتقديري أنه لا بد أن لا يتم التلويح بقطع العلاقات لأن الشعب المصري حتى بعيدا عن الإدارة الأمريكية ينظرون أننا كل عام ينظر إلينا على أننا نحصل على مساعدات عسكرية أمريكية مصر إلى قطع العلاقات في حال قطعت أمريكا المساعدات لن تتجه طبعا لأن العلاقات المصرية الأمريكية أعمق من ذلك بكثير يعني الوزير بلينكين والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية قال بشكل واضح أن العلاقات الاستراتيجية سواء على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي أكبر وأعمق من ذلك بكثير حامد فارس الأكاديمي والباحث السياسي من القاهرة نشكرك أعود إلى توماس ووريك وخليل جهشان توماس ما تعليقك على مقاله ضيفنا من القاهرة بأن مصر قامت بتحقيق إصلاحات أجرت حوارا أن لا تدخل في شؤون القضاء وأن هذه المساعدات لا تؤثر كثيرا على مصر لنكون واضحين ربما كان هناك بعض التحسن وبعض التقدم ولكن ما زال على مصر أن تفعل الكثير لإرضاء مخاوف الأمريكيين في هذا الإطار أمريكا لا تفهم اعتقال مئات ربما آلاف الناس لفترات طويلة من دون أي اتهامات ومن دون أي حل الكثير من الأمريكيين لا يفهمون أيضا لماذا المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحسين حياة المصريين وغيرها لا يسمح لها بأن تعمل بحرية كما تعمل في دول أخرى ولماذا البرامج التي تمولها أمريكا أو لماذا مصر لا ترحب بهذه المشاريع تعليقك أستاذ خليل على ما ترحبه بصراحة مع كل احترامي للدكتور حامد لا أحسد على موقف والحديث حول هذه المواضيع من القاهرة ليس بالأمر السهل ولكن بصراحة هو أساء فهم أصلا طبيعة الاتهامات ضد عضو مجلس الشيوخ تكلم عن التجنيد المشكلة ليست مشكلة التجنيد هي مشكلة تأثير على مواقف عضو مجلس الشيوخ بطريقة غير قانونية فالمسألة ليست مسألة تجنيد وبصراحة هو ليس الوحيد في مصر يعني أحد الأصدقاء كنت أتكلم معه في مصر البارحة أشار أن المسؤول المصري الذي أشرف على هذه العملية عملية التأثير غير الشرعية هو بطل قومي بالنسبة من مفهوم مصري هذا ليس بطل قومي لأنه وضع بلده في مأزق أضر بالعلاقة الاستراتيجية الهامة بين القاهرة وواشنطن فهذا لا يمكن أن نوجه اللوم بخصوصه إلى مسؤولين أمريكيين هناك الكثير منهم الذين يعارضون علاقات متينة وجيدة مع مصر ولكن المشكلة هنا تكمن بيد المصريين المسؤولين المصريين الذين أشرفوا على مثل هذه العملية رأي الصحافة الأمريكية افتتاحية واشنطن بوست مجلس الشيوخ يبدأ بالوقوف في وجه ديكتاتور مصر ترى الصحيفة أن إعلان لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن وقف أكثر من 200 مليون دولار من الدعم العسكري لمصر ومطالبة القاهرة بتحسين سجلها في حقوق الإنسان يجب أن يكون بمثابة رسالة على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ينصط إليها وتضيف الصحيفة أن السيسي أفلت من المحاسبة لفترة طويلة في الوقت الذي امتلأت فيه السجون المصرية بالألاف من المعتقلين السياسيين المصريين وتختم الافتتاحية أن المجتمع المدني في مصر تعرض بعقود من الاستهداف بما في ذلك توظيف السجن الاحتياطي لاحتجاز الصحفيين والمنشقين والمتظاهرين لفترات طويلة دون توجيه تهم لهم بشكل رسمي جيس بيتغود في بوستن فلوب اتهام مينينديز يثير أسئلة بخصوص مصر أيضاً تعتقد الكاتبة أنه وفي حال صحة الاتهامات الموجهة إلى السيناتور مينينديز فإن ذلك يعني أنه وظف نفوذه لصالح دولة أجنبية في الوقت الذي كان فيه أعضاء الكونغرس يسلطون الضوء على سجل القاهرة في حقوق الإنسان ويدعون لمراجعة الدعم العسكري الأمريكي المقدم لمصر وتنقل الكاتبة عن نائب ديمقراطي سابق قوله أن القضية يجب أن تثير التساؤل بشأن مدى التأثير الذي تحظى به مصر داخل واشنطن وكيف تحاول شراء النفوذ وتختم الكاتبة المقالة بالتساؤل عما إذا كانت مقاربة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي كان يرأسها مينينديز ستتغير اليوم تجاه القاهرة رغم أن موقف الإدارة قد لا يتغير بسبب حاجة واشنطن لمصر في الشرق الأوسط روبي جرامار في فورين بوليسي سقوط السقر الأزرق يقول الكاتب إن الفضيحة المرتبطة بتوجيه تهم للسيناتور بوب مينينديز على خلفية علاقاته مع مصر مثلت ضربة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وإرثها في صياغة السياسة الخارجية لواشنطن خاصة وأن اللجنة لطالما كانت مثالاً للتوافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري رغم الإنقسام الكبير بينهما في قضايا أخرى ويضيف الكاتب أن رحيل مينينديز عن اللجنة وهو الذي عرف بصلابة موقفه واستعداده للدخول في صراع مع كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء يعني رحيل واحد من سقور اللجنة الذي اختلف مع أعضاء حزبه بشأن قضايا عدة مثل إيران وكوبا وصفقات السلاح الأجنبية كين كليبنشتاين ودانيال بوزلاف في موقع The Intercept لائحة اتهام مينينديز تبدو كأن مصر جندت مصدرا استخباراتيا يقول الكاتبان إنه في حين ركزت التغطية الإعلامية للاتهامات الموجهة إلى السناتور مينينديز على الذهب والأموال التي تلقاها يركز خبراء الأمن القومي الأمريكي على ما يرتبط بأي معلومات حساسة قدمها مينينديز للجانب المصري بما في ذلك ما يخص السفارة الأمريكية في القاهرة والعاملين فيها وهو ما يسهل على السلطات المصرية مراقبة السفارة وينقل المقال عن خبير قوله إن الجانب المصري قد يكون تعامل مع مينينديز على كونه مصدرا للمعلومات الاستخباراتية وإنه كان في نية مصر دفع رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق تقديم المزيد من المعلومات السرية والاستمرار في خرق القانون أستاذ خليل الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة بالتنازل عن بعض الشروط المتعلقة من المساعدات تأتي في وقت تستعد فيه مصر للانتخابات الرئاسية منافسون للرئيس السيسي يتحدثون عن أنهم يواجهون عوائق للحصول على التوقيع المطلوبة لقبول ترشيحهم ويستمر في هذا الوقت وجود ألاف السجناء السياسيين وقمع الحريات ومنع حريات الصحافة كيف يجب أن تتعامل الإدارة مع هذا الوضع في ظل هذه الخلاف الداخلي بين الإدارة والكونغرس بشكل عقلاني وبشكل مهني أولا هذه المشكلة مشكلة الـ 235 مليون هي في الواقع مشكلة قديمة بدأت قبل هذه الأزمة مع ميننديز فتدخل ميننديز في الواقع ساهم في إزالة هذه العقبات من أجل تحرير هذا المبلغ وربما كان هو أحد الأهداف الرئيسية لهذه الأزمة منذ بدايتها ولكن على الإدارة أن تأخذ هذه الأمور بجدية أكثر يعني عندما تكلم زميلنا الدكتور حامد قبل قليل عن الإفراج عن 1300 أسير أو سجين في مصر هناك آلاف السجناء يعني هذه نسبة بسيطة من الذين يقبعونها داخل السجون وهي نسبة بسيطة من المواطنين المصريين الذين لجأوا إلى هذا البلد ونحن نعرفهم ونتعامل معهم لأسباب اضطهاد من كبل النظام هناك فهذا يجب أن يأخذ مأخذ الجد من كبل الكونغرس ومن كبل الإدارة توماس نعم أمريكا وواشنغتون على وجه الخصوص ربما لا تهتم بما فيه الكفاية بالانتخابات في دول كمصر رغم أهميتها واشنغتون بدل ذلك تركز على الانتخابات الأمريكية وأعتقد أن إدارة الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي الآن يريدون المحافظة على مجلس الشيوخ وسيستمعون إلى الأصوات التي ستحاول خفض المساعدات لمصر حتى يتغير سجل حقوق الإنسان هذا هو أعتقد الآن الواقع التي عليها مصر وواشنغتون أن توافق عليها بعد الفاصل هل تؤيدون ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان استطلاع يلقض أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار رأي الخبراء والمحلدين الأمريكيين عبر إكس مركز السياسة الدولية في واشنطن نحن فخورون بدعم قرار السينتور بن كاردن والنائب جريجوري ميكس بوقف الدعم العسكري لمصر للدفع بالمصالح المشاركة للشعبين المصري والأمريكي بحماية حقوق الإنسان ودعم مبادئنا القومية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة أليكزاندر ماكوي ناشط وكاتب أمريكي من المدلش ما يمكن تحقيقه عندما لا يستطيع النظام السلطوي في مصر رشوة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بسبائك ذهب في إشارة إلى تجميد لجنة العلاقات الخارجية مبلغ 235 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر بما أن وزارة العدل في إدارة بايدن تتهم الحكومة المصرية باستخدام الرشاوة لتأمين 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية على الرغم من القمع في مصر فعلى بايدن أن يعلق المساعدات بنفسه وليس انتظار رئيس العلاقات الخارجية الجديدة في مجلس الشيوخ ليفعل ذلك آدم كيث مدير في منظمة هيومن رايتس فورست بيان سيناتور بن كاردن عن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر وحقوق الإنسان والدعم العسكري يستحق التوقف عنده مطولا لقد رفض بن كاردن التمييز الخاطئ بين مصالح الولايات المتحدة ومبادئها وأكد بشكل واضح أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر توماس الحكومة المصرية شكلت لجنة العفو استمعنا من ضيفنا من القاهرة هذه اللجنة أشرفت أو تشرف على أطلاق مئات السجناء السياسيين وبدأت حوارا وطنيا أيضا مع معارضين سياسيين وتوجه أيضا نحو إطلاق سراح العديد من وجوه الثورة والمعتقلين كيف تنظر إلى هذه الخطوات؟ وهل هي كافية برأيك؟ نرحب بهذه الخطوات ولكن يجدر أن يتم التسريع بالنظر بالقضايا المختلفة كل قضية أعيدت النظر فيها الآن تتطلب إعادة النظر في عشرات القضايا الأخرى ليكون هناك تأثير كافي على سجل حقوق الإنسان في مصر لا بد من إعادة النظر في آلاف القضايا ليكون هناك تغيير في الرأي العام الأمريكي طبعا يجب على المسؤولين في مصر أن ينتبهوا إلى حقيقة صعبة وهي أن كل من يريد أن يكون حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة أمامه هناك حسنات وهناك مساوئ لمثل هذه العلاقة التركيز على الانتهاكات بالنسبة لحقوق الإنسان هو أحد هذه المشاكل التي يبدو لي أنها لا تتخذ بشكل جدي أو بعين الاعتبار من كبل المسؤولين ليس فقط المصريين ولكن العرب عامة حلفاء الولايات المتحدة العرب توماس ألا تخشى برأيك الولايات المتحدة أنه في حال أوقفت المساعدات لمصر من أن تلجأ الأخيرة إلى دول غير صديقة لأمريكا مثل الصين وروسيا هذا ما يدركه المسؤولون الأمريكيون والمسؤولون في الكونغرس الأمريكي أيضا لا ننسى من كان في واشنطن لفترة طويلة لا ينسى العلاقات المصرية السوفيتية التي كانت تقلق أمريكا من الناحية الاستراتيجية ولكن هذا الآن هو ما يشير إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن ومصر ولا أرى تغيرا كبيرا على هذا المستوى ولكن نمر في فترة لا بد فيها من مواجهة سجل مصر في حقوق الإنسان لترى مصر عودة إلى علاقات أفضل مع أمريكا هذا عذر أكبح من ذنب بصراحة لأن مصر نفسها قد نوعت من مصادر تسليحها في الماضي خلال السنوات القليلة الماضية من عدة أطراف هذا لم يغير الوضع بالنسبة لأهمية هذه المساعدات الأمريكية معنويا وسياسيا وعسكريا فلا تستطيع دولة مثل مصر حيث اعتمدت على التسليح الأمريكي والسلاح الأمريكي لفترة طويلة أن تغير تقنيا بسرعة إلى مصادر أخرى مختلفة كليا عنها طرحنا على صفحتين الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وأكس السؤال التالي هل تؤيدون ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ولماذا؟ وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي 42% أجابوا نعم و58% أجابوا لا أما الإجابات على أكس فكانت على الشكل التالي 63% أجابوا نعم و37% أجابوا لا وأبرز التعليقات التي وردتنا ورد من حساب حيدر كلا لازدواجية المعايير لأن أمريكا تدعم حكومة العراق التي تتحكم بها جهات مصنفة إرهابية من قبلها مصر لديها حقوق الإنسان أكثر من العراق المعدومة فيه هذه الحقوق بالكامل أما معتصم فكتب القلق الأكبر لدي من عدم تجريم التعذيب بشكل صريح وواضح في منظومة القوانين المصرية وكتب جهات قبل قليل عن أي حقوق إنسان تتحدثون الراتب لا يكفي لشراء البصل والبطاطا وفي السؤال الأخير خليل ثم توماس إلى أين برأيك تتجه العلاقات الأمريكية المصرية وكيف تنظر إلى ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ديسمبر المقبلة لا أعتقد أننا مقبلون على قطع العلاقات بين الطرفين كما تم الإشارة إلى هذا الموضوع من قبل ولكن بدون أي شك هذه التصرفات أضرت بالعلاقة الثنائية بين الطرفين وخلقت تحدي للإدارة الأمريكية إذا ما أرادت بالفعل الإدارة ربط المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر بحقوق الإنسان عليها أن تطبق هذا المبدأ على كل الدول في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل والدول العربية الأخرى وترشيح الرئيس السيسي لولاية أيضا هذه الأزمة جاءت في الوقت الغلط بمعنى أنها في هذا الوقت بالذات أحرجت الطرفين لأن الطرفين مقبلين على في الواقع انتخابات رئاسية تومس نعم لجوابي عن السؤال الثاني أولا من مصلحة مصر أن لا تكون مسألة أساسية في الانتخابات الأمريكية ولكن ما حصل جعل ذلك صعبا أعتقد أن الحزب الديمقراطي وفق الاستطلاعات ربما سيأتي بشخص أكثر شعبية من ميننديز والشخص كأندي كام هو خبير في شؤون الشرق الأوسط أما فيما يتعلق بالمستقبل أعتقد أنه أساسي بالنسبة للقاهرة أن تتخذ خطوات لمواجهة المخاوف التي أشار إليها السناتور كاردن وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين ولكن أعتقد أن علاقة استراتيجية بين أمريكا ومصر ستستمر توماس ووريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي ونائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي الأسبق نشكرك ونشكر أيضا خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم تحية طيبة مني ومن فريق العمل وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر